اشتركوا في القناة والدولي للألعاب المائية في جامعة البحرين للتكنولوجيا وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والمدعوين ولاعبي ولاعبات منتخب السباحة وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يسعدني أن أشهد هذا الإنجاز الهام الذي يقربنا خطوة أخرى من إنشاء مركز عالمي للرياضات المائية في مملكة البحرين ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيعزز الرياضات المائية في المنطقة ويضيف بعدا مهما آخرا لمكانة البحرين كمركز رياضي عالمي رائد ونحن نهنئ كل شركائنا لاجتهادهم في تطوير هذا المشروع بسرعة وسلاسة ونتطلع إلى الترحيب بنخبة من الرياضيين في المملكة للتدريب والمنافسة وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في مجال الرياضة وأكد سموه على أهمية المركز الدولي للتميز في احتضان كوكبة من السباحين من داخل وخارج مملكة البحرين وربط العلم بالرياضة في واحد من أنجح المشاريع الرياضية التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص وأكد سموه حرص اللجنة الأولمبية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضات المائية بالتعاون مع مجموعة جي أف أتش لجعل مملكة البحرين مركزا لتطوير مختلف الألعاب المائية من جهته قال الدكتور حسين لمسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية إنه من خلال التواجد الإقليمي لنا في البحرين وإطلاق مركز التميز هذا فإننا سنحسن بشكل كبير من الطريقة التي نخدم بها المتسابقين على مستوى العالم وبدوره قال السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف أتش ورئيس مجلس إدارة جامعة البحرين للتكنولوجيا نحن فخرون ببدء العمل في هذا المشروع الرائد الذي سيدعم ويجذب مجتمع الرياضات المائية العالمي إلى مملكة البحرين ويلبي احتياجات الرياضيين المحليين والطلاب والمجتمع من خلال مكوناته الفريد المتنوعة هذا وسيكون المركز هو الأول من نوعه للإتحاد الدولي للألعاب المائية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم العناصر التي سيشملها المشروع إنشاء حوضين للسباحة أحدهما بطول خمسين مترا والآخر للغوص بعمق خمسة أمتار وكلهما سيتم إنشاؤه وفقا للمواصفات الأولمبية مع ألف مقعد للجمهور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة